كنا بنتابع مع حضراتكم من شوية مرسم الاستقبال الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل الرئيس فاجان خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا عقبها طبعا محادثات مباشرة بين الجانبين وكنسية الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل مبارح إلى مدينة ييرفان عاصمة أرمينيا في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ استقلال أرمينيا ده ضمن جولته الخارجية اللي ظهر فيها طبعا كما تبعنا الهند ومن بعدها أذربيجان دعونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الجولة الخارجية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضفنا سعادة سفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق اللي بنورنا سعادة سفير صباح الخير عليكم صباح الخير أهلا بك سعادة سفير في أي إطار ممكن أن نضع على علاقات المصرية الأرمينية يعني أنا حضع هذه العلاقات في إطار تاريخي وإطار اللي حصل في عام 1915 مكانة أرمينيا داخل حدود الأمبروتورية العثمانية القديمة السابقة وحصل يعني أمور العالم كله بيتحدث عنها وبعدين وده أدى إلى هجرة كبيرة للأرمن في أنحاء العالم وجزء كبير منهم جاء إلى مصر في 1915 وتوطنوا مصر وأصبحوا فيما بعد مواطنين مصريين فسيارة السيد الرئيس لأرمينيا بتؤكد هذه الروابط وبتؤكد أن نستطيع أن نقول أن الأرمن جزء من نسيج الوطني المصري وهم يعني الحق يقال دائما ما يتذكرون كيف الشعب المصري استقبلهم في وقت هذه الماء المحنة الكبرى التي تعرضوا إليها في مطلع القرن العشرين بعد ذلك كانت علاقات دائما تتسم بالود بين مصر وبين أرمينيا وزيارة السيد الرئيس لأرمينيا اليوم طبعا بدي بتمثل مرحلة سياسية جديدة في العلاقات بين الدولتين نتكلم أن هذه أول زيارة لرئيس مصري منذ 92 منذ أعلان أرمينيا استقلالها أهميت هذه الزيارة أيه كمان على الصعيد الدبلوماسي؟ حارتك يعني أنا حاخد زيارة السيد الرئيس لأرمينيا والأزربيجان أعتقد أن الزيارتين بيرسخوا الوجود المصري في منطقة الكوكاس منطقة الكوكاس منطقة أهمة جدا بالنسبة للقوة الدولية والقوة الإقليمية ووقع الأمر أن التنافس الدولي والتنافس الإقليمي بيدور في جزء منه في منطقة كوكاس علاوة على أن الكوكاس منطقة غنية جدا بالصراوات النفطية والصراوات الغازية وده موضوع الطاقة موضوع بيهم مصر أهمية متزايدة لذلك وزير الطاقة موجود في ضمن الوفد وزير الدكتور شاكر وزير الكهرباء موجود كان في الهند وكان في أزربيجان ورافق السيد الرئيس أيضا في زيارة السيد الرئيس لأرمينيا فموضوع الطاقة من القضايا المصيرية بالنسبة لنا في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأعتقد أن زيارة السيد الرئيس لأزربيجان وأرمينيا الموضوع الأساسي فيها كان موضوع الطاقة بالإضافة طبعا لموضوع أهم اللي هو أن مصر بترسخ وجودها في هذه المنطقة الهمة من أسيا طبعا هي تعتبر امتداد لإذا خدنا الاعتبارات التاريخية والاعتبارات السياسية والعلاقات القوى الإقليمية بأزربيجان وبأرمينيا نستطيع أن نقول هي حدود أمامية لنا وإن كانت حتى من ناحية الجغرافية بعيدة بعد الشيء لكن المنطقة هناك منطقة حساسة جدا من ناحية الاستراتيجية ومن ناحية حتى من ناحية الأمنية يعني هنلاحظ أنه في خلال القمة المصرية الأزرية أمس في أزربيجان كان ترح موضوع التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات حوالين تحركات الجماعات الإرهابية وكما تعلمونا برضو الجماعات الإرهابية بتحاول يبقى لها وجود في الكوكاز لعدة أسباب ومنها أن هي تبقى دائما تمثل تهديدا لروسيا وأمن روسيا عظيم سعد سفير إيه؟ إيه يعني وجود لجنة مشتركة بين دولتين؟ اللجانة المشتركة هي طبعا اللجانة المشتركة ممكن تبقى لجنة عليا حق على مستوى رئيسي الوزراء ممكن تبقى لجنة مستوى أرفع على مستوى رؤساء الدول ولكن هذه قليلة على المستوى الوزاري سواء وزراء الخارجية أو وزراء اللجانة المشتركة هي من ضمن الآليات الفعالة في تعزيز العلاقات السنائية بين الدول ومتابعة هذه العلاقات ومتابعة هذه العلاقات وبيبقى الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة بيبقى حضرتك بيينص على أهداف هذه اللجنة وعلى انتظام إنعقدها وعادة بتبقى بتنعقد بالتناوب بين عاصمتي الدولتين اللي قررت إنشاء مثل هذه اللجنة وهي بتعكس الأهمية اللي بيوليها الدولتان لتعزيز العلاقات السنائية وتطورها طبعاً العلاقات السنائية بين مصر ومختلف الدول مش كلها حضرتك نمط واحد لكن فيه علاقات مع يعني لنا علاقات مع دول التعاون السنائي بيشمل كافة المجالات تقريباً كما رأينا في زيارة السيد الرئيس للهند إنه حضرتك القمة المصرية الهندية في نيودالهي يعني استعرضت وتناولت مجالات عديدة في العلاقات السنائية سواء كانت عسكرية أو دفاعية أو تصنيح حربي أو طاقة أو حضرتك الزراعة والصناعة تكنولوجية المعلومات كل المجالات تقريباً يعني زيارة السيد الرئيس للهند كانت زيارة في غاية الأهمية حضرتك بالنسبة لمستقبل العلاقات بين البلدين هنتكلم عن زيارة الهند طبعاً بالتفصيل لكن خلينا نتكلم عن زيارة رئيس لأذربيجان وكلمنا عن توطيد العلاقات عن جميع الأصعاد لكن لو كلمنا عن صعيد الاقتصادي بالتحديد يمكن مجتمع رجال الأعمال في أذربيجان طبعاً أكد على تعظيم الاستثمار أو الاستثمارات المشتركة مع مصر هل ده نقدر تقول أنه بسبب موقع مصر الاستراتيجي في أنها مركز لإنتاج أو لعادة إنتاج وتصدير المنتجات اللي هيدعم اقتصاديات العالم عامة أسباب دي يعني العوامل الإيجابية يمكن من هذه الزيارة أولاً موقع مصر ثانياً الاتفاقيات اللي مصر وقعتها مع الدول الأفريقية على سبيل المثال اتفاقية الجميسة وكذلك اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي كل ذلك عوامل بتشجع المستثمرين الأجانب أن هم تتوجه أنظارهم إلى مصر كمكان موقع للاستثمار استفادة من الموقع الجغرافي طبعاً رجال الأعمال الأزاريين بيتطلعوا إلى التعاون مع القطاع الخاص المصري في بعض الصناعات هم طبعاً متقدمين في موضوع الطاقة لأن هم من الدول المصدرة للنفط والغاز الطبيعي ومما لا شك فيه أن فيه مصلحة مشتركة بين مصر وأزربيجان أن هم نطور التعاون فيما بيننا في موضوع الطاقة وتصدير الطاقة للأسواق الأوروبية التي تحتاج إليها مصر طبعاً مصر تمنح مزايا متعددة للمستثمرين الأجانب بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية التي تم في مصر خلال السنوات القليلة الماضية كل هذه العوامل تجعل من مصر منطقة جاذبة ومشجعة للاستثمار بالإضافة أن خلال زيارة السيد الرئيس لأزربيجان تم التوقيع على عدة اتفاقيات وتم الاتفاق وده اتفاق سراحة يساعد على تعزيز العلاقات بين البلدين هو خط مباشر خط طيران مباشر بين باكو عاصمة أزربيجان وشرم الشيخ في مجال السياحة طبعاً الخطوط الطيران المباشرة ليس فقط ستساعد في الجذب السياحي وإنما أيضاً بتشجع على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين طيب سعد السفير كيف لمثل هذه الزيارات أن تنعكس على صورة مصر الخارجية ليس فقط في الدول اللي الرئيس بيزورها لكن في دول العالم بشكل عام كيف لها أن تدعم مصر في مختلف القضايا نتذكر لما تولت أرمينيا رئاسة الاتحاد الاقتصادي الأوروأسيا 2019 عملت على تنفيذ وتطبيق العديد من الاتفاقيات مع القاهرة كيف ممكن لمثل هذه الزيارات أن يتدعم الاستثمار في مصر بطرق غير مباشرة ليس فقط من الدول اللي بيتم توقيع معها الاتفاقيات لكن باقي دول العالم إذا خلنا جولة السيد الرئيس الأخيرة في الهند وآزربيجان وأرمينيا ممكن ننظر إليها في إطار انفتاح واضح لمصر في سياستها الخارجية على القارة الأسيوية القارة الأسيوية هي قارة القرن الحادي والعشرين سواء من ناحية الاستراتيجية أو السياسية أو الاقتصادية أو حتى التقدم على مستوى التكنولوجي والعلمي وكما تتابعون التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية وصين في مجال التقدم التكنولوجي والتقدم العلمي فهذه الجولة جولة السيد الرئيس في أسيا بتعكس اهتمام مصر بترسيخ وجودها في القارة الأسيوية استنادا طبعا إلى التطورات المشهد الدولي بيشهدها بالإضافة إلى العلاقات الممتدة اللي ربطت مصر بعدة قوة أسيوية على مدار العقود السابقة ومنها الهند على سبيل المثال والصين وفي هذا الإطار يعني احنا نتذكر أن السيد الرئيس في قليته الأولى قام بزيارة بيتنام ودي كانت أول زيارة لرئيس جمهورية لمصر لبيتنام وكذلك زار سنغافورة وأيضا كانت أول زيارة لرئيس جمهورية لسنغافورة فواضح حضرتك أن مصر مدركة لأهمية القارة الأسيوية ليس فقط أهمية القارة الأسيوية في النظام الدولي الجديد بل بالعكس أهمية أسيا بالنسبة لإحتياجاتنا والخطط التنموية اللي مصر بتنفسها فالتعاون مع القوى الأسيوية هيصب في صالح هذه الخطط بالإضافة أن الوجود المصري التواجد المصري في عواصم هذه القوى الدولية بيعظم من الدور المصري في الساحة الدولية وبيساهم في الدفاع عن مصالحنا في العالم حدي بس مثل صغير هذه الزيارات التي يقوم بها السيد الرئيس بتنعكس إيجابا على الدور المصري في المنظمات الدولية حضرتك أشرت إلى أرمينيا تولت رئاسة الاتحاد الأوراسي طبعا حضرتك ده كلما مصر رسخت وجودها في التجمعات الإقليمية في القوى الإقليمية في العواصم المؤثرة في القرار الدولي كلما ساهم ذلك في الدفاع عن مصالحنا وتعظيم الدور المصري في المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية بمعنى آخر أنه زيارة السيد الرئيس بتأتي أيضا في إطار التحرك المستمر للسياسة الخارجية المصرية على عدة محاور سواء محاور غربية محاور أورو أطلانطية أو محاور أفريقية أو عربية أو حضرتك أسيوية فكلما اتسع المجال الجغرافي والسياسي اللي بتتحرك في السياسة الخارجية المصرية كلما انعكس ذلك إجابا على المصالح المصرية وكلما عزم ذلك من الدور المصري في الساحة الدولية حقيقة فندم ويمكن ده تكلمنا عن الدور السياسي وكمان عايزين نتكلم عن يمكن الدور الاقتصادي واللي هو مهم جدا جدا لدى الحكومة المصرية بتركز عليه بشكل كبير ورئيس المصري طبعا بالأخص بيركز عليه بشكل كبير ولو تكلمنا عن يمكن زيارة الرئيس للهند ونتكلم عنها بشكل مفصل أكتر ومن ضمن طبعا المخرجات الإيجابية من هذه الزيارة كان رئيس مجموعة أداني الهندية العالمية أكد اعتزامه لعقد شركات بين مجموعته وصندوق مصر السيادي هل ده نظرا للنشاط المتعدل للصندوق والمرونة اللي بيتمتع بيها الصندوق حبيل حالك تكلمنا عنه أكتر يعني أداني اعتبر حدرتك من كبار المستثمرين الهنود وخلال زيارة السيد الرئيس للهند اجتمع السيد الرئيس مع كبار بعد كبار رجال الأعمال الهنود وتحدث سيادته عن فرص الاستثمار المتاحة في مصر وعلى التقدم الذي حققته مصر في موضوع تطوير البناء التحتية وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء الهند أفرد السيد الرئيس جزءا من حديثه في هذا المؤتمر الصحفي المشترك إلى مجالات التعاون مع الهند سواء حدرتك في مجال الزراعة في مجال التصنيع في مجال الطاقة في مجال الطاقة المتجددة مجال تكنولوجية المعلومات الهند متقدمة جدا حدرتك على مستوى العالم في تكنولوجية المعلومات فالواضح أن مجالات التعاون مع الهند مجالات واسعة وقد ممكن نقول حدرتك بثقة أنها تشمل كافة مجالات التعاون السنائي بين الدولتين حتى يعني الرئيس وزراء الهند في المؤتمر الصحفي المشترك أشار إلى التعاون بين البلدين في المجال العسكري والسيد الرئيس من جانبه أشار إلى التعاون بين البلدين في مجال التصنيع الحربي فحضرتك زيارة الهند نتائج زيارة السيد الرئيس الأخيرة دي ثلاث زيارة للسيد الرئيس للهند خلال التمن سنوات الماضية نتائج زيارة الأخيرة طبعا كانت نتائج موزرا سعد السفير نتابع طبعا جلسة مباحثات بين الرئيس عبدالفتح سيسي والرئيس الأرميني وعدد كبير من المسؤولين بما فيهم طبعا الموافد المرافق للسيد الرئيس بكل تأكيد العلاقات التاريخية بين مصر وأرمينيا وتوافق السياسي في كافة القضايا بينعكس بشكل كبير جدا على الأوضاع الاقتصادية لسعد السفير سعد السفير أي نوع من السياسة التي تنتهج مصر خلال الفترة الماضية نحن نتحدث عن زي ما حضرتك ذكرت فتح أسواق جديدة سياسيا علاقات دبلوماسية جديدة علاقات اقتصادية جديدة دول لم يكن زرها أو قد زرها رئيس مصري من قبل قام رئيس عبد الفتاح السيسي بي زيارتها دول عظمى نقوي علاقاتنا بها ونقف على الحياد من كل الأطراف وفي نفس الوقت برضو سعد السفير دول ناشئة واقتصادات ناشئة نقوي علاقاتنا بها أي سياسة تلك التي تنتهجها مصر خلال الفترة الماضية؟ يعني أنا تقديري ورؤيتي للسياسة الخارجية المصرية أن هي سياسة خارجية ديناميكية بتقرأ جيدا التطورات الحاصلة في المشهد الدولي وتواكب هذه التطورات استنادا وتوظيفا للرصيد الإيجابي للسياسة الخارجية المصرية في كافة المناطق الجغرافية في العالم سواء تحدثنا عن أسيا تحدثنا عن أمريكا اللتينية عن أفريقيا في الشرق الأوسط فالسياسة الخارجية المصرية بتتسم بديناميكية عالية بتأخذ في الاعتبار طبعا حضرتك التطورات في المشهد الدولي وبتعزم من المصالح المصرية في العالم ولدى العواصم اللي أصبح لها تأثير على القرار الدولي والذي أصبح لدول هذه العواصم دورا كبيرا وملموسا في القرار الدولي وفي الأجندة الدولية وبالتالي مصر بهذه التحركات يعني بالجولة إذا خدنا جولة السيد الرئيس الأخيرة كمثال مصر ليست غائبة ولا تريد أن تكون غائبة عن هذه التطورات فمصر بتؤثر وتتأثر بالتغيرات في المشهد الدولي والسيد الرئيس والدولة في مصر بتبزل قسارة جهدها لتوظيف هذه التغيرات والتحولات إلى صالحة مصر أو ده بالطريقة الإيجابية أو أن هذه التحولات لا تؤثر بصورة أو بأخرى على المصالح المصرية وعلى الدور المصري في المناطق الحيوية اللي بتهم السياسة الخارجية المصرية في الشرق الأوسط في شمال أفريقيا في شرق المتوسط في الخليج في أسيا يعني السياسة الخارجية المصرية سياسة ناشطة وبتستجيب وبتتجاوب وبتواكب التطورات النظام الدولي بيشهدها شفنا كمان مشاركة القوات المصالحة المصرية في عروض يمكن في احتفال الهند بيوم الجمهورية بالعاصمة نيودالهي وطبعا ده كان بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شايف المشهد ده ازاي وإيه الهدف منه؟ يعني كما تعلمونا هو مصر كانت ضيف الشرف والسيد الرئيس كان ضيف الشرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية هذا العام ودي طبعا مبادرة نقدرها نقدرها للهند وبتعكس اهتمام الهند وحرص الحكومة الهندية على تطوير علاقتها مع مصر وكان جزء من مشاركة السيد الرئيس هو انه حارتك يبقى فيه يعني فصيلة او سرية من القوات المسلحة المصرية تشارك في الاحتفال العسكري او العرض العسكري الذي تم في هذه المناسبة وبما ان احنا بنتحدث عن الهند برضو اسمحوا لي ان انا اشير برضو الى يعني الى موضوع اخر في غاية الاهمية فيه تقديري هو ان الهند هي بتتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام والهند وجهت الدعوة لمصر ان مصر تكون حاضرة تكون ضيف شرف ايضا في اجتماعات مجموعة العشرين وفي هذا السياق السيد الرئيس ان شاء الله يشارك في قمة العشرين التي ستستضفها الهند في سبتمبر المقبل طبعا دوت حضرتك ده بيؤثر بطريقة ايجابية للغاية على سورة مصر في العالم زي ما حضرتك اشرت وكذلك على الدور المصري والتواصل المصري مع اكبر اقتصادات في العالم اللي هم حاك بيمثلوا اعضاء مجموعة العشرين عظيم بنتابع مع حضرتك دلوقتي طبعا قمة موسعة ولقاء موسعة باجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الارميني فاجان خاتشة توريان وعدد كبير من المسؤولين بكل تأكيد سيكون هناك عدد كبير من الاتفاقيات بجانب سيد الرئيس طبعا الوفد المرافق لي وزير الخارجية وزيرة التغطيط وزير الطاقة هناك العديد من اللقاءات الجانبية بكل تأكيد ستعقد على هامش هذه الزيارة ساعة سفير من خلال رؤية حضرتك لهذا المشهد وهذا المشهد يمكن تكرر في الزيارات السابقة سواء في أذربيجان أو في الهند حرص السيد الرئيس بشخصه على أن يتواصل مع رجال الأعمال الأجانب أن يتواصل معهم بشكل مباشر لا فقط عن طريق الوزرات المعنية ولكن هو بشخصه ده دلالته إيفا؟ يعني دعنا نقول أو نتفق أن طبعا السيد الرئيس بيبذل جهدا كبيرا خلال زياراته الخارجية للتحدث عن الاقتصاد المصري وعن فرص الاستثمارة في مصر وطبعا إحنا كلنا ملاحظين أنه في كل زيارات السيد الرئيس بيبقى فيه اجتماع أو اجتماعين إن لم يكن أكثر سواء مع رجال الأعمال أو الشركات اللي لها استثمارات في مصر أو التي تريد الاستثمار في مصر وكذلك مع الغرف التجارية سواء الزيارات كانت للولايات المتحدة الأمريكية للدول الأوروبية أو لدول كافة الدول التي يقوم السيد الرئيس بزياراتها زيارات رسمية طبعا هذه اللقاءات هامة هامة لسببين السبب الأول أن السيد الرئيس دي فرصة أن السيد الرئيس بينتهزها لصالح طبعا الاقتصاد المصري دي شرح كيف أن مصر جاذبة للاستثمار السبب الثاني أن رجال الأعمال إذا كان لديهم استفسارات عن بعض الأمور المتعلقة بالاقتصاد المصري أو بالاستثمار في مصر أو إذا كانوا ليهم استثمارات في مصر وواجهوا بعد المشاكل يقوموا بإثارة هذه القضايا أو هذه الموضوعات مع السيد الرئيس وده بيتيح طبعا أن الدولة المصرية بتكون في موقف أن هي تجد الحلول للشركات العالمية التي لها استثمارات في مصر لكن عندما نتحدث عن هذا الموضوع أن السيد الرئيس من جانبه بيبزل جهودا خارقة في هذا السعي لكن يبقى المتابعة من جانب الأجهزة التنفيذية المصرية لهذه اللقاءات ونتائج هذه اللقاءات ومتابعة الاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها بمعنى آخر أنه عدم الاكتفاء بلقطة توقيع الاتفاقية وإنما تنفيذ ما ورد في هذه الاتفاقية وطبعا كلما كانت هناك متابعة لتنفيذ الاتفاقيات كلما هذا ترك أثارا كبيرا على العلاقات التي تربط مصر بالدول المعنية وكلما انعكس ذلك إيجابا على صورة مصر في الخارج كدولة أو كاقتصاد جاذب للاستثمار لأنه يعني فيه نقطة برضو أحب أن أنا أشاركه فيها الشركات التي تريد الاستثمار في دولة ما بتلجأ إلى مكاتب استشارات دولية مكاتب الاستشارات الدولية وظيفتها متابعة كل التطورات في الدول الجاذبة للاستثمار ومن بينها مصر التطورات السياسية التطورات الاقتصادية التطورات التشريعية إذا كان فيه مشاكل مع شركات أخرى سبق لها الاستثمار في مصر أو بتعمل في مصر هذه المكاتب الاستشارات الدولية في غاية الأهمية هم اللي بنزلوا على فاندم يشوفوا الأوضاع هم مكتب استشارات دولية عنده مصادر معلومات مؤكدة بيعد تقارير وبيطلب منه يعني الشركة اللي بتريد الاستثمار في مصر بتطلب من مكاتب معينة إعداد استشارة دولية يعني يقول رأيه فلقاءات السيد الرئيس من جانب المتابعة الدقيقة من جانب الحكومة المصرية النتائج التي تتمخد عنها هذه اللقاءات متابعة تنفيذ الاتفاقيات الاتصال بطريقة أو باخرى أو التواصل بطريقة أخرى بطريقة ممنهجة مع مكاتب الاستشارات الدولية ده حضرتك في تقدير المتواضع هو ده المسلس الهام جدا اللي يساعد على زيادة حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة في مصر